موسيقى الآن معنا فتاة قبلتها على منصة مناظرة في مصرح إسطنبول كانت فتاة خجولة للغاية صغيرة الحجم وصغيرة التجربة أيضاً أقابلها اليوم معكم بعد عامين اختلفت جداً 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 ستقدم لكم رؤيتها عن التغيير إنها الفائزة في دي دي ناين من سوريا يارا خليل لا سبيل للتغيير دون الثقافة والفكر سيداتي سادتي أتمنى أن لا تضحكوا من اكتشافي المتواضع اكتشفت أن الديمقراطية ليست حقنة تأخذ تحت الجلد كلما ارتفع منصوب القمع الديمقراطية هي بذرة صغيرة جداً لا تنبت في أي تربة شريطة أن تسقى بماء الثقافة والفكر لن أخفي عليكم بأنني أصبت بالقلق ما أن شغلني السؤال لا سبيل للتغيير دون ماذا وما هي المقدمات والطاقات والجهود الضرورية للقيام بهذا التغيير وما الهدف من التغيير أصلاً ببساطة كنت أعتقد بأن الأصوات والشعارات التي كنا ننادي بها ستفعل هذا التغيير وستقوم بما عجزت عنه الأجيال السابقة وأن مدينة كمدينة حلب ستتحول من مدينة الرعب والمخابرات والشبيحة إلى مدينة فاضلة ولكن هل هذا ما حدث فعلاً؟ تعلمت من المناهج المدرسية أن التاريخ يكتب كل عدة قرون حدثاً ما وأنا اكتشفت أن هذا الكلام نظري فالتاريخ اليوم يكتب كل يوم وحتى حياتنا تتغير كل يوم فأنا التي لم تغادر حلب سوى لمرات عديدة داخل الأراضي السورية غيرت مكاني عدة مرات في السنوات الثلاث الماضية وغيرت من أفكاري أيضاً عدة مرات ولكن بصمت مخافة أن يتهمني البعض بالتخاذل مع أن هاجس الحرية والعيش في دولة ديمقراطية لم يفارقني أبداً وكنت وما زلت مؤمنة بأن الربيع قادم رغم كل التقلبات المناخية أحياناً أصاب بالإحباط عندما أفكر بأنني قد أعيد تجربة حياة أمي وأبي بأن أقمع أفكاري طوعاً أو قسراً لذا لا سبيل للتغيير دون إحياء الثقافة دون فتح الطريق أمام الممرات الفكرية للنقد والبحث كيف فتح الممرات الفكرية بالمنتديات الثقافية بالمحترفات مثلاً محترف الرواية العربية هذه السنة مثلاً بإشراف الرواية نجوة بركات أصدر سبع روايات من قبل سبع كتاب من مختلف الدول العربية مناظرة مبادرة مناظرة أليست هي ممر فكري؟ أعتقد دعم لا سبيل إذن للتغيير دون الثقافة وأنا لجئت للثقافة والفكر لاستيعاب ما يجري في عالمنا العربي أقول عالمنا على الرغم من أصول الكردية لا أحب ذريعة النأي بالنفس أبداً فعالمنا اليوم يعيش تصفيات والصراعات لدرجة أن وصلنا إلى حالة انسداد تاريخي حالة انسداد تاريخي هذه الكلمة أحياناً تثير امتعاضي أو ما زالت تثير امتعاضي كنت أشتم كل من يتفوه بها كنت أمقد هذه الكلمة ولكن نحن لم نتجرأ الوقوف لحل قضايانا التاريخية فأنا لم أسأل جدي مثلاً لماذا كان يشتم العرب كلما انقطع التيار الكهربائي ولم أسأل مديرة مدرستي لماذا شدت شعرها عندما طلبت الغناء بالكردية ولم أعرف لماذا تحول الناس فجأة لأعداء بلمح البصر على أساس كنا ننادي واحد 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 الشعب السوري واحد نعم للتاريخ شرعين أيضاً لا بديل عن عمليات جراحية قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان لفتح هذه الانسدادات التي تشكلت نتيجة الجهل والأمية والسياسة الرجعية التي أفرزت حالة ثقافية ضحلة هذه الحالة الثقافية الضحلة غيرت من جيناتنا حتى أصبح العنف حالة متنحية تظهر كلما وجدت بيئة مناسبة وهذا ما يفسر دموية تاريخنا اليوم ولحل قضايانا ومشاكلنا أعتقد علينا الاستعانة بالمعادلات الرياضية يجب تحليل مشاكلنا لعواملها الأولية للحصول على النتائج المرجوة لأنني اليوم أنا وأبناء جيلي نشعر بالظلم لأننا ندفع ثمن تخاذل وتكاسل أبناء جيلي غيري ونخوض حروب هي في الأصل ليست حروبنا بل يجب أن تكون من حروب الماضي من حروب التاريخ لا سبيل إذن دون المؤسسات الثقافية التي أصبحت اليوم غير قادرة على إنتاج مجتمع قادر على الرؤية لمسافات بعيدة الحل في إعادة الدور الرياضي للمثقف العربي لا باعتقاله وتحميشه أو تحجيره واعتباره ثروة وطنية نادرة مثلا يوجد الكثير من المثقفين العرب منهم السوريون مثلا صادق جلال العظم هاشم صالح والفلسطيني هشام شرابي والقائمة طويلة جدا جدا اليوم أنا لم أعد تلك الشابة التي تستعجل عملية التغيير اليوم أراقب بشغف وبترقب نهوض الثقافة العربية من تحت رماد الحروب مع أن الفلسفة لم يعد نجمها يسطع في سماء الشرق الأوسط في العالم العربي ولم نعد نجد أمثال ابن خلدون، ابن رشد، محمد عبدة إلى أن الرواية العربية اليوم تفعل فعلها والإعلام بدأ يأخذ دورا محوريا في تشكيل الرأي العام على الرغم من ضيق المساحة مثلا برنامج تلفزيوني ثقافي يجمع كل أبناء العالم العربي على مشاهدته على الرغم من اختلاف قومياتهم وطوائفهم والمذاهب الكل يجمع على مشاهدته رواية كرواية التائهون لأمين معلوف تقرأ من المحيط إلى الخليج وتكتب التاريخ كما هو لا كما يريده حكامنا محمود درويش صفق له الجميع أكثر مما صفقوا لدعاة المقاومة والممانعة وقصائده كانت تضاهي كل الحروب التي قادها هؤلاء المفارقة اليوم أننا نناقش أمور قد تبدو من البديهيات كحرية المرأة وإعادة الدور الرياضي للشباب وننسى المنتديات الأدبية التي كانت تقودها المرأة سابقا مثل مي زيادة مريانا مراش مي عجمي وغيرهن الكثيرات نعم أنا أؤمن بأن كل سبل التغيير تمر عبر بوابة الثقافة والفكر والفلسفة وتطوير العمل البحثي والنقدي وكل ما دون ذلك هو تكرار لتاريخ سوف ندفع ثمن فشله جيل بعد آخر يا ميلة عالغ صنعيني صمر سابتنا يحرقكي ليبو الهوى يا ما شعمل فينا سموكي وما هنصف عيني سموكي عريق الأس أصيلي بين الشجار مشكولي فوق الراش والرمل ما ينعجني عيني والشوق ما ينباش وسري ما يحفظه إلا خيار الناس شكراً 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 هذه هي يارا المختلفة جداً عن يارا التي وقفت على منصة ديدي ماين في اسطنبول شكراً 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 موسيقى اشتركوا في القناة